في السادس والعشرون من اكتوبر ادلت بيلبورد رسميا ان بيتيس قد تم ترشيحهم لحفل جوائز جريمي هذا العام بالبوم بي اي واغنيتهم برر والتي تم تقديمهم من قبل فرقة بيجهات في العديد من الفئات بما في ذلك بيست بوب وقبل بضعة ايام كانت بلاك بينك اول فرقة فتيات كيبوب يتم تأكيد تقديم طلبهم لمشاركتهم في حفل جوائز جريمي لعام 2022 والتي تم ترشيحهم من قبل الشركة الراعية لهم في الولايات المتحدة الامريكية انترسكوب ريكوردس وقد تم ترشيح بلاك بينك الى فئة بيست نيو ارتست وهي فئة سيتنافس عليها ايضا اوليفيا ريدريغو وبعض الفنانون العالميون ولكن ليس فقط بيتيس وبلاك بينك الذين سيشاركون هذا العام في حفل جوائز جريمي فسيشاركوا ايضا كل من تي اكستي وتوايس وقال ممثل جي واي بي انتوايس قد قدم الطلبا للحصول على الترشيح بالبوم تيست اوفلاف ومن ناحية اخرى اكستي بالبوم ذات شابتر وعلى حد السواء لم يتم الكشف عن الفئات التي سيتم ترشيح المجموعتين بها في اخبار اخرى تشغل ليسا حاليا منصب السفيرة العالمية لثلاث علامات تجارية فاخرة مشهورة وهي سلل للملابس وماك لمستحضرات التدمير وبيفل جاري للمجوهرات وعلى الانستجرام الخاص بها غالبا ما تقوم اصغر عدوة في بلاك بينك بتحديث صورها الجديدة للترويج لمنتجات العلامات التجارية التي تمثلها وتضع منشل لحسابات هذه العلامات الرسمية لذلك فان ليسا دائما توصف بكونها سفيرة مخلصة وقبل اسبوعا شاركت ليسا صورة لجزء من حملة الترويج لمجموعة مجوهرات ببيفل جاري الجديدة وكانت تتمثل في تسريحة شعر مجاعة تجعل مظهرها العام اقدم من العصر الحالي وكأن ليسا تتقدم في العمر ورغم ذلك كانت لا تزال رائعة وجذابة واضافت ليسا من بلاك بينك العديد من المنشن الخاص بعلامة بيفل جاري تحت الصورة بما في ذلك هاشتاج بيفل جاري هي جولاري ولكن عندما نشرت بيفل جاري على حسابها الرسمي بالانستجرام نفس الصورة تم استخدام هاشتاج بيفل جاري جولاري فقط وبسبب الهاشتاج الذي وضعته ليسا ان كنت تبحث عن القلادة التي ترتديها من المجوهرات لن تجدها وهذا بسبب انها لا تنتمي للعلامة التجارية فهي واحدة من مجوهرات عجوري اللطيفة والنادرة للغاية فالمجوهرات لا تباع على نطاق واسع في السوق وعادة ما يتم توفير هذه القطع لكبار الشخصيات فقط التي يمكنهم شراؤها وبذلك فقد بدلت ليسا دون قصد بين مجموعتين من المجوهرات لكن هذا الخطأ الذي ارتكبته ليسا ليس في الواقع مشكلة كبيرة لكن العديد من الانتي فانز استخدموه للسخرية منها قال بعضهم كيف لم تستطيع ليسا معرفة اصل المجوهرات التي كانت ترتديها وتروج لها وفي نفس الوقت ارى انها قد روجت لمجموعة مجوهرات نادرة جدا لذلك لا يوجد داعي لصنع امر كبير من غلطة صغيرة في اخبار اخرى جاني متواجدة حاليا في لوس انجلوس وهذه الرحلة الى امريكا كانت غير متوقعة ولا تزال لغزا كبير وقبل ذلك كانت هناك العديد من الشائعات المحيطة برحلة جاني الى الولايات المتحدة الامريكية مثل انها ستصور تعاون مع دو جاكات او انها ستقوم بتصوير اعلان جديد لعلامة كيلفين كلاين ومع ذلك في ال 26 من سبتمبر مصمم من دابليو كوريا كشف عن قد ولجاني في لوس انجلوس ووفقا لذلك ستقضي جاني اسبوعين في لوس انجلوس ان اعجبك الفيديو لا تنسى دعامي بالاعجاب والاشتراك ايضا في القناة وشكرا لك الى اللقاء اشتركوا في القناة